تقول أنا أصلي الحمد لله بصلي وبقرأ ورد كل يوم اللهم لك الحمد وكل يوم من القرآن وكل عمل أعمله أحتسبه عند الله اللهم ارزقنا وجميع المسلمين نعمة القبول ولي أطفال بذاكر لهم ونفسي يحفظ القرآن ولكن يأتي لي في نفسي هاتف يقول لي أقاربك يجمعون المال لأولادهم ويكونوا أحسن من أولادك وأنا والحمد لله زوجي مكفينة وأنا أقول لما أعرف أولادي دينهم أفضل من الشغل وأن آتي لهم من المال فهل أنا على صواب أم هم أولا أدعو لك أيها الأخت الكريمة أن يبارك الله لك في طاعتك وأن يبارك لك في أولادك ومالك وزوجك وبيتك المرأة لا يجوز لها أن تخرج للعمل إلا عند الضرورة أو أن تتعاون مع زوجها وهذا لا حرق فيه لكن إذا تركت هذا الأمر من أجل غاية أسمى فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنت كما ذكرت بأنك تركت العمل من أجل أن تحفظ أولادك القرآن واعلمي أن الله لن يتخلى عنك فهذا هدف أسمى والحمد لله الله تعالى مبارك لزوجك في المال وكما تقولين إنه هو مكفيكم هذا فضل الله ندعو الله أن يبارك له ولكم فهذا أمر محمود أما كون يأتيك هاتف هذا وسواس شيطان يريد أن يحقبك عن الهدف الأعظم والهدف الأسمى فإذا ما أتاك هذا الهاتف استعيذي بالله من الشيطان الرجيم استعيذي بالله من الشيطان الرجيم واتفولي على يسارك ثلاثا واطلوب من الله أن يرزقك التحصين وأنصحك أن تكثر من المعوذتين ولا سيما سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسس في صدور الناس من الجنة والناس وأن تكثر من قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أدو الله أن يبارك لك وأن يبارك في جميع أمهاتنا أخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم آمين